موسيقى بان احنا بنحاول نقرب التكنولوجي من القراءة ويمكن احنا كنا اتقابلنا قبل كده أستاذ كريم عن طريق زوم وكنا اتكلمنا في الموضوع ده انه قد ايه بقى مهم كده ان احنا نشجع الناس على القراءة من خلال السوشيال ميديا اللي احنا دايما بنتامى خطفت الناس من القراءة عملتوا ده ازاي وبتفكروا دايما فيه ازاي تجددوه وازاي تعملوه قبل ما نبتدي نتكلم عن ترشحة الكتب هو الفكرة ان انا حبيت اقدم للمشاهد اللي هو هيبقى القارق بعد كده ملخص عن كتاب 300 صفحة في 10 دقائر بدل ما ياخد كتاب مش مناسب ليه ديه في حد ذاتها فكرة تجذب اي حد بالزبط يعني اول ليه ضيع 3-4 تيام لو قارق سريع يعني او اسبوع لو قارق بطيء في كتاب ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة له فانا اقدينه فكرة عامة عن الكتاب يعرف هو داخل على ايه لو مناسب ليه يجيبه فانت من هنا تجذب القارق ان هو انا هقدم لك وجبة سريعة انت محتاج الوجبة السريعة انا هديك الوجبة السريعة اللي انت محتاجها بس المهم انك تعرف و المهم انك تتعلم وتقرأ وتتزقف من خلال وجهة نظر استاذ كريم هو انا الموضوع بدأ معي بشكل مختلف شوائع عن طارق اكيد كل واحد ليه وجهة نظر اكيد هو هو سبحان الله يعني حتى انا وطارق اول ما بدأنا بدأنا في نفس التوقيت وبقينا اصحاب الكلام ده مسر من خمس سنين اوكي انا لما بدأت الموضوع بدأته لان انا حسيت بعد فترة من القراءة ان انا عندي حاجة عايز اقولها عن الكتب ده انا بقراها عايز تحكيها عايز تقولها عايز اتكلم عن الكتاب فعلا انا عايز اقول الكتاب ده بشكل قصير جدا زي طارق قصته ايه بيحكي عن ايه اوله فين واخره فين ايه الحلو اللي فيه وايه الوحش اللي فيه فمن هنا بدأت ان انا اتكلم بشكل عام عن الكتب لحد ما لقيت وطارق امان نفس الموضوع ان فيه زي عملية جذب كده والناس عجبها الموضوع جدا والناس فعلا فيه ناس انترستد بالموضوع ايه ومهتمة بالموضوع فبدأ الموضوع يكبر ويوسع مننا اكتر وقت لزيز ويربي يكبر ويكتر ويوسع اكتر واكتر راح نتمنى حاجة زي كده ونتمنى ان كل مواطن مصري يبقى دايما معا كتاب او يبقى حتى لو ماسك اي ديفايس يكون الديفايس ده فيه أبليكيشن بيقرأ من خلالها او بيتعلم حاجة من خلالها طيب خلينا نتكلم يا ستاري معاك عن انواع الادب اللي دايما بترشحها لسنقول اقراءة يعني زي ما بنقول كده بالبلدي يعني أنا لسه سنقول اقراءة خالص وبتحاول تشجعني ان انا اقرأ بتحاول تحببني ان انا اقرأ هتترشح لي ايه؟ هتقول لي ايه؟ والله هو ده هيتوقف على الفئة العمرية بتاعت القارئ نفسه يعني اللي هو لو سنه صغير او من اليافعين يعني على حسب الفئة العمرية بقدت بديت وعده هنبدأ ان نحدد بقى هو وهو بيحب ايه من الافلام ده ده برضو مدخل كويس قوي يعني هو لو بيحب افلام الاكشن هيبقى مناسب ان احنا نديره حاجة تليئة على زوقه ايوه ما ينفعش تديله حاجة تبقى صعبة عليه او اعلى من امكانياته في التوقيته ده دلوقتي تقفله من القصة احنا عايزين نجزيب وعايزين نحببه في الموضوع من فلو بيحب البوليسيا هيبقى بيحب مثلاً الحاجات التي هي ساسفنس والروايات البوليسية والحاجات كده اوكي ففي التوقيت ده بقى الحاجات الصغيرة السريعة تبقى مناسبة جداً زي السلاسل مثلاً السلاسل روايات الجيب مورد الطبيعة وملوف المستقبل والكلام ده تبقى مدخل كويس قوي منها بعد كده ممكن يطور نفسه فلو هو ده فئة القارئ اللي احنا عايزينه في السن ده يبقى كويس قوي لو القارئ كبير شوية في السن هيبقى المجموعات القصصية افضل بالنسبة له انها ممكن تبقى مجموعة قصصية فيها اكتر من فكرة تشد انتباهه ايقاع سريع كمان بالنسبة للإيقاع اللي احنا فيه ده بيكون مناسب لو ست بقى طب احنا قلنا قارئ طب انت دلوقتي لو فيه بنت او ست لسه بتحاول انها تستثمر وقتها بترشح ايه للسيدات بترشح ايه للبنات انه هما يقروا او انت من وجهة نظرك شايف البنات بيحبوا يقروا في ايه اكتر هو ستات عموماً بتميل للأدب الرومانسي اكتر يعني تصور ان انا في حلقة من الحلقات اكتشفت انه هما بيحبوا ادب الرعب اه طبعاً واستغربت جداً استوقفني جداً ان البنات او السيدات بيحبوا ادب الرعب اه بحبوا جداً وفيه فئة في الرعبة ساميش منتشر عندنا قوي في الأدب العربي الرعب الرومانسي دي بتبقى موجودة قوي برا زي مثلاً سلسلة تويلايت كده ايوه دي رعب الرومانسي فها تجمع بمن اللي حاجتين هما بيحبوها فهتلاقي شعبياتها هما غويين رعب السيداتي للأخي والله طيب خلينا نتكلم معاكم استاذ كريم عن برضو فكرة تشجيعك من خلال السوشال ميديا اللي من خلالها بتوصل للقارق وبتحاول على قد ما تقدر ان انت تجذبه وسنقولك رأة زي ما كنت بسأل استاذ طارق سنقولك رأة بتقوله ايه؟ بتقوله هتقرأ ايه؟ بتقوله هتيعجبك ايه؟ بتحاول تجذبه ازاي؟ هو الحاجة الاولانية ان انا زي ما طارق قال برضو انا دايما اي حد سنقوله قراءة بوجهه انه ما يقراش كتب كبيرة يعني ده ده الهدف رقم واحد انه ما يقراش كتب كبيرة لان الكتب الكبيرة او روايات الطويلة بيكون فيها مط للاحداث او بيكون فيها فرد للاحداث فمش اول سنة قراءة حديله كتاب ستمية صفحة قوله ايه؟ بالزبط مش هيكلمتين اصلا مش هيستوعب اصلا ومع الاقاع السريع زي ما حارتك قلت اصلا في قبل الحلقة الاقاع السريع بتاع الحياة العصرية الجديدة او التكنولوجيا او الابليكيشنز فهو عايز وجبة تكون دسمة وفي نفس الوقت تكون لايت نوعا ما وتخليه يبقى عنده جوع اكتر بعد ما يخلصها ان هو عايز يكمل قراءة تاني يكمل قراءة تاني فعشان كده فعلا السلاسل الروائية بتبقى حلوة جدا القصص القصيرة بتبقى حلوة جدا لان هي بيبقى فيها حتة استمرارية شوية يعني هو مثلا يخلص العدد ده من وراء الطبيعة لا انا عايز اكمل لا انت عندك عدد تاني فيقدر يروح له يخلصوا لا انا لسه جعان عجبتني فكرة عايزة يروح لعدد تاني فيبتدي يلاقي نفسه بيتجر عدد وراءت تاني وراءت تاني لحد ما يلاقي نفسه بشكل محب القراءة كلنا بدأنا احنا الاثنين بدأنا كده اه 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 اغلب اغلب الجيل بتاعنا بدأ موراق الطبيعة ورجل المستحيل وملف المستقبل ومغاملون الخامسة فهذه الحاجات اللي احنا مبدأين بنوجه الشباب الصغير لها بجانب السلاسل بقى الجديدة اللي بدأت تظهر مؤخرا معدل القراء بشكل عام يعني في سنكم في مجموعة اللي حواليكم في صحبكم في قريبكم في جدانكم معدل القراء من وجهة تظهركم كشباب بقى مش ككتاب ولا كبكتوبرز ولا كاي حاجة لما بتحبوا تشوفوا من بعيد لبعيد كده في كل عشرة فيك ام واحد بيقرأ بتلاقي ايه المعدل بالنسبة لك بيكون مردي ولا انت شايف انه لا احنا محتاجين نخلي الناس تقرأ اكتر او لسه موصلناش لله اللي احنا نحب ان مجتمعنا المصري يكون بيقرأ بيه هو دلوقتي بعيدا عن الصورة اللي الناس واخدها لقى القراءة في تزايد اه طبعا ده بعد يحكى انا اكيد ده بعد يحكى انا اكيد اه اه افتكت اخر احصائية انا شفتها كانت في 2021 كانت مصري رقم خمسة على مستوى العالم في معدل القراءة اليومية ايه فده بيقول ان احنا فيه عندنا عندنا قراءة ومتطورة وبرضو انديكاتور مهم في القصة دي معرض الكتابة طبعا فاحنا وقت الازمة بتاعة كورونا كنا عاملين مليون ونص زائر وكان فيه اجراءات احترازية وكان فيه زحمة وفيه تباعد وفيه عدد معين من الزيارات واخر دورة للمعرض الحقيقي كانت كل وصف طبعا اكتر من اربعة مليون زائر رقم كبير جدا مهرجان يعني طبعا فلا معدل القراءة فيه تزايد طبعا احنا هيهمنا ما هيبقى اكتر طبعا اكيد ده يشغلنا وكريم يعني بس لا بس ده هيحصل اكيد ان شاء الله استاذ كريم انا بالنسبة لي المعدل بالنسبة لك مردي المعدل ولا انت شايف ان احنا عايزين ناس اكتر وعايزين الاعداد تزيد اكتر وعايزين الشباب والبنات يكونوا بيقروا اكتر لا انا هقولك على مفاجأ هو العدد في تزايد ا نتحدثين دلوقتي على الاقل ما قراش كتاب من الكتب اللي ممكن نسميها بست سلر فحنا نقدر نقول ان مثلا 90% من الشباب على الاقل قرى كتاب او كتابين من الكتب اللي طلعت ونقدر نقول فرقاعت مثلا لكن اللي احنا بنتكلم عليه ان احنا فعلا عايزين معدل الشباب يزيد بمعنى القراءة المستمرة اللي مكملة مش قرى كتاب وما يكملش لا احنا عايزين العدد يزيد وبالفعل عدد القراء ونسبة القراء بتزيد من سنة لسنة بتزيد من سنة لسنة خاصة فعلا مع اهتمام الاعلام ودلوقتي بقى فيه فعلا بوكتيوبرز وناس بتراجع اونلاين فالحاجات دي بتشجع القراءة اكتر وخلينا نقول كمان انه الجهات المعنية والدولة يعني مؤمنة جدا بالقراءة مؤمنة جدا باهمية القراءة وابتدعم ده بشكل احنا بقى عندنا كان معرض كتاب في السنة عندنا معرض القراءات دولي عندنا حاليا معرضين شغالي الابرا واسكندريا غير كتاب الطفل ومعرض كتاب الطفل اللي بتتروح بتكون موجودة في اماكن كتير في محافظات كتير خلينا نقول كمان انه فيه دعم للفكرة نفسها فبالتالي احنا بقينا نشوف اكتر وبقى عندنا تسهيلات اكتر فبقى سهل علينا ان احنا نجيب كتاب في كل مكان الحقيقة نقطة كمان ودي ممكن من الحاجات اللي انا دايما بكون فرحانة بيها وجزء منها كبير يتنسب لكم وكل البوكتوبرز وكل الشباب القراء المتمكنين اللي زيكم اللي عارفوا يوصلوا للشباب اللي زيهم وهي اختراق السوشيال ميديا لعالم القراءة احنا اخرنا وقت خايفين وسوشيال ميديا مخليه الناس مبتمسكش ورقة مش مبتمسكش كتاب يعني احنا مش ماشين غير باجهزة متنور وفكرة تواجدكم على الساحة الالكترونية فكرة اختراقكم للسوشيال ميديا بانكم ناس اللين بتتكلموا عن مواضيع وعن كتب وعن ادباء وعن كتاب وعن حكايات مختلفة وعن كتب مختلفة اعتقد ان ده كمان نضم الانوار اللي اتنورت للشباب علشان يرجعوا تاني للكتاب ده صحيح فكلمني شوية عن المجهودات دي برضو لان ده مش مجهود ينفع نخفاله الحقيقة هو ده يعني راجع للفكرة اللي انا كنت بقولها لها في الاول ان احنا نقدم للقارئ او للمشاهد فكرة الكتاب كله في قد ايه فانا انا دخلت المجال من باب الكتابة اي انا كنت عايزة اكتب الاول وانشر فمع انا شرطش فاتجهت اللي لنقم للقارئة لانك تقدر تكتب عليها وتنزل براحتك اللي انت عايزه واتكلم في اللي انا بحبه في الكتب وفي القراءة لقيت ان في ناس عندها استعادل انها تشوف ده او تعرف ده بس مش لقي القناة المناسبة او الشكل المناسب فبدأت احببه اعمل شوية خدعة سينمائية بسيطة اصور له الكتاب اعمل زوم على الكتاب الف حوالي اعمل اخرج بره اصور في جنينة اصور في المعرض نفسه اعمل انترفيو مع كاتب اللي وراء الكتاب ده شكله ايه او بيكلم ازاي او موجوده ايه او ثقافته ايه او الكلام ده سمح للقارئ بليفل مختلف من التواصل مع الكتاب ومع كاتب الكتاب فده خلنا نقدر نوصل للقارئ بشكل تاني ان انا اخلي القارئ مشارك في العملية بتاعة القراءة مش مجرد انه في اخر المنظومة مش مجرد بيرالأداب يقرأ وبيقول رأيه وبيكتب تعليق على الفيديو وبيكتب بينشر مراجع على الكتاب ايوه فده سمح بفيدباك بانه يعرف يدخل العالم ده ورغم انه هو كان شايف انه هو بعيد عنه تماما ومش ممكن يدخله او ده مش العالم المناسب بالنسباله مثلا ده كان رأيه قبل كده انما النهاردة هو الموضوع بالنسباله بالعكس الموضوع بالنسباله بيعمل حاجه هو بيحبها مثالية موجودة كمان على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو طول الوقت قاعد عليها واللي هو طول اليوم يمكن يكون او في اوقات فراغه موجود عليها استاذ كريم كلمني برضو شوي عن اختراقك بالكتب لعالم السوشيال ميديا وفكرة انك تتوجه لكل اللي موجودين في السوشيال ميديا عشان تقدر تجذبهم تخدهم وترجع عليهم تاني للكتاب هو مبدئيا وعن اول ما بدأنا بشكل عام وانا كمان شخصيا اول ما بدأت انا كنت حرفان بكلم نفسي ما كانش فيه حد بيتفرج خالص ما كانش فيه حد بيتفرج ما كانش فيه حد عارف انت مين مين هيسمعك يعني في ظل الكتير جدا اللي كان موجود على اليوتيوب مين هيسيب اللي غراء القدام عشان يوعد يتفرج على كتاب حد بيتكلم عن كتاب او عن رواية ايوه فالموضوع كان صعب جدا في البداية اول ما بدأنا ولكن بعد فترة كده لقيت ان اللي انت بتعمله انت نفسك انت شخصيا انت بتستمتع به فانت ما تعملوش لحد انت عامله لنفسك فبدأت فعلا اعمل كده لنفسي الموضوع بدأ يتطور معي شوية باني بدأت اخد ابروتش مختلف لا الرواية دي حصلت في مصر القديمة لا انا هنزل اصوره في مصر القديمة وده حصل ابتديت بقى تعمل شغل مناسب للموضوع انت عايز تتكلم عنه كان فيه رواية رعب الرواية دي كان بطالها يعني رعبه عفريب بقى وجل وحاجات كده انا مثلت انا فيه ريفيوز كتيرة جدا عندي انا بمثل تمثيل كامل بمثل تمثيل ان البطل بتاع الشخصية دي تلبسني وان هو اللي بيتكلم مش كريم اللي بيتكلم يعني كريم كان بيتكلم في اول مثلا خمس دقائق دقيقتين ثلاثة كده من الريفيو وبعد كده ريفيو قطع ودخلنا بعد كده على شط تاني خلاص مش انا اللي بتكلم بطل الرواية ده متلبسني انا وانا اللي بتكلم على لسانه فلازم احاول ان انا اخلي الموضوع زي ما انا بتكلم عن كتاب زي ما انا بتكلم عن رواية زي ما انا بتكلم عن محتوى ادبي بس لأ انا لازم في نفس التويت ادي لك حاجة تكون انترتينج كفاية تكون فيها طرفيه كافي انها تجذبك كمشاهد وكمحب للقراءة فانت لو مشاهد بس انت بتخطبه عن طريق صورة برضو مش عايزين ننسى ده ان انت في الاخر بتخطبه عن طريق صورة اينما كان انت الصورة دي ايه بقى او على اي موقع او على اي يعني وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي انت في الاخر بتكلمه عن طريق صورة فانت محتاج تكذبه وبتكذب عينه بالضبط فانا عايز الصورة والاسلوب والكلام والطريقة والصوت والنبرة والتمثيل وكل حاجة تكذبك حتى لو انت ما بتقراش اني اثير فضولك كفاية انك لأ انا عايز اجيب الكتاب داره ايه فمن الناحية دي بدأنا شوية ان احنا اه بدأنا بدأ الوضاع يختلف اه بالضبط فتعالوا نروح لفاصل ونرجع نكامل كلامنا مع حضراتكم نجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه بمتكلم النهاردة عن الموكتوبرز وعن توجههم للسوشال ميديا علشان نقدر نجذب القراء بشكل اكتر وعلشان نقدر نرجع تاني القارق للكتاب ونرجع كمان نعمل يعني صحوة جديدة في عالم القراءة بعد ما قلنا ان السوشال ميديا اخدت كتير من الناس لعالمها وبعيدنا عن القراءة وبعيدنا عن عالم الكتب ولو اني يعني الحقيقة كنت مختلفة شوية مع الموضوع ده لانه اللي بيحب من القراءة ما فيش اي حاجة في الدنيا بتقدر تاخدوا من القراءة نعم احنا جبنا ناس جداد على العالم القراءة من خلال السوشال ميديا وزودنا على القراءة جداد من خلال السوشال ميديا عايز اتكلم معاكو عن ادب الساخر والحقيقة انه الادب الساخر هو ادب برضو ليه باع كبير جدا وده طرح في دماغي فكرة او خلاني دلوقتي افكر انه احيانا او زمان اوي كانوا دايما يفتكروا الناس اللي بتقرأ دايما ده ما هتقيل هما دايما الناس جد جدا هما دايما ناس يعني المثقفين اوي اللي هما الجد اوي هما ناس لمها خفيف وناس مثقفة وناس بيعرفوا هذروا اكتر من اللي ما بيقروش عشان تبقى عارفين لان عندهم بقى يعني قماشة كبيرة جدا يقدروا يتكلموا فيها براحتهم نتكلم شوية عن الادب الساخر نبتدي بيه كده استاذ كريم وكلمني شوية عن الادب الساخر هو الادب الساخر بشكل عام هو ادب بيكون بيتناول موضوع او قضية بس بيتناول القضية دي بشكل كوميدي عن طريق مواقف كوميدية او احداث كوميدية بحيث ان هو ما يبقاش بيديك الحاجة اللي هو اعز وصلها لك بالمعلقة بتحس كده ان هو انا وعمل زي ايه بقولها في نكتة اه خالك لما ياخدك كده ايه خالك لما ياخدك في ايدك يهزر معاك زرتين وقولك ايه بس بقى ما تعملش كده تاني ايه حاجة زي كده بس بيعملها لك بشكل كوميدي وبطريقة كوميدية بحيث ان الموضوع يكون وفي نفس الوقت يكون بيديك هدف معين او يعني معلومة تكون مهمة بالنسبة لك فدي بتكون انجح انواع الادب السخر وبتكون في نفس التوقيت صعبة شوية عشان تفرق ما بين انك انت تعرف توصل رسالة وانك تعمل ادب سخر صح وبين انك انت تبان سخيف او سيلي او مش زابط الموضوع او بتستزرف او بتستزرف زيادة زي ما بنقول كده لما في حد بيستزرف شوية او فاكر ان ده مخفيفة بيزود في الموضوع في الموضوع بيقلب منه تماما وستستاري ايه في الموضوع ده وفكرة الادب الساخر وفكرة كتبته وطريقته وحبكته لانه احنا كمان شعب ده مخفيف اصله بالفترة احنا اصلا الناس ده منا خفيف بالفترة فما بيدحكناش اللي بيستزرف احنا بيدحكنا اللي بجد ده مخفيف وما بيجذبناش اللي بيستزرف برضو بيجذبنا اللي بجد ده مخفيف فكلامني شوية عن الحبكة دي ازاي ممكن الكاتب يعملها ومن وجهة نظرك الادب الساخر ازاي بيبقى ناجح انا عجبني قوي كلمة الحبكة لان فعلا في عوامل مشتركة ما بين الرواية وما بين الادب الساخر الادب الساخر في الاول وفي الاخر هو قصة قصة قصيرة انا بحكي لك حدوتة ده مخفيف بس هي في الاول وفي الاخر حدوتة لها بداية ووسط ونهاية والنهاية بتاعتها في الجالب هي اللي هتدحكك هي اللي هتقفل في الاخر تقول انت ايه اه اه انت كنت توصد ده في الاول هو كده هي دي الفكرة ان في عوامل ادبية في الكتابة الساخرة مش مجرد ان انا بكتب كده وخلاص مش مجرد ان انا بخف دمي او بستظرف او بقول نكت لأ هي مش كده حتى النكت نفسها لو رجعنا النكت اللي كنا بنقولها زمان كده فيها حدوتة مرة واحد عمل كذا 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 طلع كذا فيها قصة فيها قصة فالستوري تيلينج ده هو السر في نجاح الحدوة مش مجرد ان انا بحكي او بقول ببسطات على فيسبوك بتتحك وخلاص لا فيها في قصة ايه وممكن يعني بالنسبة لنا يعني الاسطورة في الموضوع ده جلال عامر اللي ارحمه ايه الراجل ده كان عنده تجربة حياتية حلوة جدا وكان بينزل الشارع ويحتك بالناس ويتكلم وبيجيب الكلام ده بقى يعمله اعادة تدوير جواه ويطلع منه حواديد ضحك بشكل غير طبيعي وفي نفس وقت زي ما كريم بيقول كده فيها لمسة بتخليك تفكر في واقع اللي انت عايشه في الدنيا اللي انت شفتها في الموقف ده لو انت تحطيت فيه ايه اللي هيحصل او انت هيكون رد فعلك ايه لو انت قلت الكلام ده حاجة اه برضو اقرب ما تكون الى الكوميديا السوداء او الادب الساخر في حد ذاته كوميديا سوداء ايه ايه طبعا ده نوع برضو من الكوميديا ونوع من انواع برضو الادب اللي بيكون مختلف طبعا بشكل كبير جدا انك بتنقيش قضية مهمة جدا وقضية ممكن تكون حساسة جدا جدا بس بتطلع منها يعني مش عارف اقول مش هقدر اقول بتطلع احسن ما فيها بس انت بتحاول تبسطها على اللي انت بتعرضها عليه ايا المكان بقى في فيلم في كتاب في قصة يعني ايا المكان هي ايه اهم الترشيحات من وجهة نظركم اللي يترشحوها لقرأنا ولمشاهدينا اللي يتسلوا بيها ويستنتعوا بيها ويضيفوا بيها لشخصياتهم والمعرفتهم والكيانهم من خلال ترشيحاتكم كتب بقى للصيف والاجاست الصيف والله برضو احنا ممكن نقسيبهم تبقى لنوع لنوع الادب ماشي نبتدي بايه مثلا جريمة ساخر ادب نسائي ممكن جريمة طبعا في ناس شاطر قوي في ادب الجريمة يعني فيه الكاتب احمد عصمان كاتب وسناريست احمد عصمان شاطر كدا في المدى ده عنده عمل كتيرة عمل 11-12 رواية كلهم بيلعبوا في منطقة الخلط ما بين الجريمة والبوليسي والرومانسي واحيان بيبقى فيه شوية لمسات فانتازية كده فيه الكاتب انوها داود برضو شاطرة جدا في ادب الجريمة بس هي ايمة على فكرة الجريمة زي اجاسة كريستي زمان كده جريمة وندور لها على حل وفيه مشتبه فيهم وفي الحل في الاخر بيطلع حد احنا مش متوقعين وخالص فيه محمد حياة برضو كاتب جريمة شاطر عايزين بقى حاجة غير الجريمة حاجة غير جريمة لو احنا نكلم في التاريخي مثلا مثلا سير الزاتية يناس كتير بيحب الادب السيرة الزاتية برضو برضو السيرة الزاتية انا احب ان السيرة تبقى فيها جزء من القصة فخلينا نقول جلال امين يعني جلال امين كتاب ماذا علامتني الحياة كتاب دا حلو جدا جدا بيتكلم على قصة حياته هو واصرته ووالده وهو عاش ازاي ولكن جوه قصة فيها حدوتة فحتى لو انا مش عايزة اعرف مين الراجل دا بيقول ايه فانا ممكن اقرأة لانها رواية يعني هي سيرة اه وبتحكي قصة حياة الكاتب نفسه ولكنها حدوتة فيها مواقف بتحصل وفيها احداث محورية بتغير حياته وبتوديه من يمين لشمال ففيها معاني كتير وحكايات كتير اوكي استاذ كريم اخوانا لو هرشح اعمال يعني لو بدأنا مثلا من الادب الساخر بما ان احنا كنا نتكلمنا على الادب الساخر مثلا او بما انه استاذ طارق مذاقروش ممكن نتكلم على الادب الساخر فانا شايف الكتابات بتاعة ايهاب معاوض وهي بس سواح حلوة جدا دايما هي كانت بتوصل للرسالة في وسط القصة يعني هو كان فعلا زي طارق مقيل حبكة بيبني قصة كاملة وجوه القصة فيه بقى كذا ايه كذا الرسالة اه كذا سالة مفهود ان هما يوصلوك اه لو هرشح حاجات تانية ممكن نرشح مثلا شامل خشن اه بس هي يعني رواية نفسية اه بس لا بس هي برضو تعتبر رواية حلوة دي بش لسانة قراءة خالص اوكي ولكن رواية حلوة جدا الكتابات بتاعت فعلا احمد عثمان رائعة رائعة وعمل سلسلة سلسلة روايات صغيرة ممكن برضو تنفع ادب بوليسي وادب جريمة فدي حلوة جدا تنفع برضو للشباب الصغير نرشح برضو الكتابة نوها داود الاعمال بتاعتها كانت ممتازة وكانت رائعة ممكن لو تكلمنا مثلا على حاجة في المترجمة ممكن نتكلم عن قارئ الجسس سيدني سميث للكاتب مصطفى عبيت كانت حلوة جدا جدا كانت بتكلم عن طبيب مصري في 1920 تقريبا قصصوا بقى مع الجسس اللي كان بيقابلها يعني فلا كانت قصة حقيقة كانت قصة حلوة جدا ترشيحات كتيرة جدا واتمن ان شاء الله يكون موسم الاجازات يكون موسم مصمر كمان على المستوى الشخصي يعني مش بس نكون بنهزر وبنلعب وبندحك وبننزل الميا وبنصيف بس انما كمان لما نقرأ كتاب لزيز ويكون ونسنا ويكون صاحبنا ويكون في ايدينا طول الوقت وانا الحقيقة بقيت بشوف ده كتير يعني عايز اقولكم ان انا بقيت بشوف ده كتير كنا زمان او انا شخصيا كنا دايما نقول ان احنا كنا دايما بنشوف الاجانب بس قاعدين على البسين مسكين كتب قاعدين على البلاج مسكين كتب قاعدين في المترو قاعدين في الاماكن المواصلات بشكل عام مسكين كتب انا الوقت بقيت بشوف مصرين كتير جدا مسكين كتب بنات وولاد وشباب وسيدات ورجال والحقيقة ان هم بيكونوا برضو ناس في منتهى اللطف فانا سعيدة جدا باللي بيحصل في العالم الثقافي الادبي بالنسبة لمصر وبالنسبة للشباب بشكل عام في مصر لانه انا افتكر ان اللي جاي اكيد هيكون احسن بالتعليم وبالتنوير وبالقراية وبالتسقيف وبالتكوين الصح للبني ادم المصري او للشخصية المصرية المزبوطة اللي احنا عايزين نكون شايفينها انا بشكركم على وجودكم معايا النهاردة الحقيقة وسعيدة جدا بلقائكم بكده بكون وصلت معاكم لهاية حلقتنا النهاردة من يحكى ان كان معانا البوك تيوبر الاستاذ كريم النجار وكمان الكاتب والنقد والبوك تيوبر الاستاذ طارق عز وكان معاكم رانيا السيد بشكركم